شارك سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة في أعمال اجتماع الطاولة المستديرة الوزارية السنوية الثاني لمستقبل المعادن والذي عقد في إطار انطلاق النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الاجتماع كان قد تناول عدد من الموضوعات تمحورت حول قدرة المنطقة الكبرى من أفريقيا إلى غرب ووسط أسيا على المساهمة في التنمية العالمية المتزايدة لسلاسل القيمة المعدنية الهمة إضافة إلى مناقشة تشجيع التعدين المسؤول وزيادة قيمة الثروات المعدنية نهيك عن توفير الإمكانات كافة لجعل المنطقة مركزا ناشئا للمعادن الخضراء وصولا إلى تفعيل أوجه التعاون العالمي لإنشاء مركز التميز لإطلاق إمكانات التنمية في المناطق المحددة